السلام عليكم مساكم الله بالخير والرضا اليوم سالفاتنا عن واحد من هل الجوف ينقالها محمد الطريف محمد الطريف من اكبار القرشة من اكبار القرشة من الضويح من بني خالد محمد الطريف يوم من الايام ضافه ابن الصويد شيخ الظفير ومعه خمسين مردوفة خمسين مردوفة يعني مية رجل كل بعير عليه رجالي قالوا نبي نمرهو غزاي انت يا ابن الصويد لكن قال نبي نستيباعنا والريح ونعبي هالقرب انت وكل على الله انت عدا هالحروة هالديار هالي وساقها الله على محمد الطريف راعة الحايزة راح ابنت يا محمد يا هلب الرجال يا الله حيهم يا هلب الضيوف يا هلب الضيوف وكحين الناس حوالها مصلحة ما هي مثل هالحي الناس مورها وسط الحال كله مثل بعاضه يعني كل شي نقل ما هي بكثرة هالنعم اللي نحن بها هالحي المهم راح اب الضيوف انت يا محمد يلا حيهم يا هلا يا هلا يا هلا ويقوم يقدم الميسور لهم ويقدم لهم الكهوا يوالله محمد ما عنده غير سانيه بعير يسني عليها وعنده له قطعة انخلات يوالله ما يكفي عن التامر اللي هو قدمه ما يكفي مية رجل هو يغير على النخل هو يقوم يجدعي طول عمر من هالنخل هالخضر هالزني الخضر توا ما استوا ويقوم يقدم له الضيوف وياها لو مرحب وياها لو مرحب ويقوم عاد انت يا محمد هو يسقي يلبل ويعبيه القرب هالرجال اللي جوا يوم يزن انهم اكتفوا من الماء واخذ احتياطه على منزيلها البيت هو يقوم يطول عمر وينهجم هالبعير اللي هو يسني عليه هو يالحرم الرجال استبطووا قالوا يا ربعا مع الزبنة وين هو تأخر عليه مهما وين الرجالة تأخر عليه قم يثلاش فيه قام قام واحد من هالرجال يقول يوم جاي يقول يا والله هالرجال ماسكن البعير وذلك هالساني اللي هو يسني عليها قالوا لحق يطول عمر عاونه لابن صويت ها وش فيه قال مع الزبنة ذبح الثانية تسيب ذبح الثانية قال هذا اللي جاك لحاول لقوت اللي بالله هو ينا جمه ابن صويت وش عندك مع الزبنة قال لي كان يا رجل ذبحت ثانية بيتك قال انت استيباع عيالك وضيوفك وونه خلق قال والله عاد هذا اللي صار يا ابن صويت أنا ما عندي إلا هالبعير هذا واليوم ولا غير تاخذوا نظيفتكم اللهم حييكم يا هلا ومية هلا ياخذوا يرحب الرجال مارا خلصت يا ابن صويت هالحيل هل يبي يساعدني يساعدني يقول يا الله شاب من النار طعمكم رتس من الزتر ويا هلا ومرحبه يقولوا بساعد يقول لهم الرجال غداهم غدا ضيوفهم يوم انهم بغوا يمشون رجالتهم يا الظفير قالوا يا والله ابن صويت قالوا واحدة منهم خذلك بعير من هالبعير المعنى حنا ونوخها عندها الرجل هذا يلا بدل هالثاني اللي هو ذبحها قالوا هم يجرون هاك البعير يقولوا ينوخونه عند محمد عقروا يوم انهم مشوا يا الله هذا هو الرأهم محمد نطلت هنا البعير قال يا رجال خذوا بعيركم معكم قالوا هذي بدل الساني الذبحت قالوا والله ما يتلي ولو والله ليسني عظهره ولو والله ينقال على ما زلني أخذ بدل هالظيفة أنا ما عندني سويت شيء يا صاري أنا أباخذ منك بعير وبسني عليك ما قدمت لك ضيفة يا رسوي لكن أخذ بعيرك معك قال يا رجل الثانية تكون ذبحتها ورزقت عيالك وحطيتها لنا حنا مية رجل والنخل جداعته وهو خذر ما ظل عندك شيء يا محمد خذ هالبعير هذا بدل هالبعير الذبحت قالوا والله ما يمشي معي ولو والله هنك تنوقع عندي أخذه قالوا المهم مشى بنسويط أخذ البعير ومشى يقول يوم ما خذلك طال أمرك وقت يقول يوم الله يوم منه جاء ناكس قالوا ويرسل مع حد رجاله يقول أربع من البل أربع بعري قال نزلوهن عند محمد الطريف نزلوهن عنده ونعيلا يقبلهن انحروهن بمسانهن ما ينكسم معيه وعلموه قلوا تروه هذي قسم عقيد يستاهنوا وهو عقيد أن يسوها السواه هذه والله أنه عقيد وسلمولي عليها قال لهم يجبون البعارين وما حملهم قصيدة من واحد من شعارها الضفير قصادهم قال لهم يجبون البن يا والله عي انت يا محمد اللي أخذها قالوا اسمعيا يا والك رع الحايز انت يا الخالج اسمع اسمع هذين ما ينكسم معنا والرجاء قال ان عي لا يقبلهن انحروهن بمسانه ومشو لكن خذن يا رجل هذين هدية وهذين ترهن قسم عقيد وانت استاهل قال لهم مقنعوه واخذهن انت يا محمد عقب جهد وجهيد اخذهم قصة انت يا شاعر من شعراء الضفير في هالموقف اللي صار هو يستاهل محمد يستاهل رع الحايزة يقول خمسين مردوف تهلفا على الجوف خمسين مردوف تهلفا على الجوف أهل الكرم والطيب وأهل الشجاعة اللي ذبح سانيه غربه ونشوف وعش ضيوفه بالسنين المجاعة هذا محمد هذا محمد رعي الضلع معروف الخالدي مثل العلم بالرفاعة شيخ ولد شيخ على الطيب معروف نطلب من الله يلتقينا ونلقاه اذكره انتم يا انت رحمان السديري واذكرها الشايع بالكتب قصتها محمد الطريف الخادي يذكرها الرجال هو يستاهل لي يذكر علمه وهو جد عائلة العفاش جد محمد وأحمد ونصار ومنصور والله يرحم الميت منهم يعز الحيين منهم وهذه سالفاتنا وسلامتكم ترجمة نانسي قنقر